تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكا بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وذلك رد على برقية سموه المهنئة بنجاح معرض البحرين الدولي للحدائق وفيما يلي نص البرقية صاحب السمو الملكي لابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظكم الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقينا بكثير من الشكر والتقدير برقية سموكم المهنئة بنجاح أعمال معرض البحرين الدولي للحدائق لهذا العام والذي يحظى برعاية سامية وكريمة من لدى صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كملتقى سنوي يجمع المهتمين بالشأن الزراعي من شتى أنحاء العالم لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال الحيوي ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نعرب عن بالغ امتناننا لما تولونه من متابعة طيبة وحثيثة لأعمال المعرض نجد انعكاسها واضحا على قدرة هذا الحدث الدولي القائم على جهود وطنية على الترويج لمملكة البحرين والمساهمة في توضيح إنجازاتها في مجال التنمية الزراعية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني وبما يتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 متطلعين بهذا الصدد إلى استمرار أوجه الدعم والشراكة بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وكافة مؤسسات الدولة المعنية تنفيذا لتوجهات عاهل البلاد المفدى وتلبية لتطلعاته النيرة لكل ما يعود بالنفع على الوطن وأهله الكرام وختاما نكرر لسموكم الشكر والتقدير على تهنيكم الكريمة مع تمنياتنا لمساعيكم المخلصة في خدمة مملكة البحرين وشعبها بدوام التوفيق والسداد ودمتم في حفظ الله سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدتكم سبيكا بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي شكرا